حملات موسعة أطلقتها أمانة بغداد لإعادة تأهيل العديد من شوارع مناطق العاصمة حملات وإن كان الهدف منها إنهاء معاناة مستخدمي الطرقات والأحياء السكنية لأن ما أثر على أهميتها هو تلكء الإنجاز يعني إجاوا ويشتغلوا وعافوا يعني لاهم والإمكانين ولاهم يعني نحن نسقع نقولوا عافين على قبل أحسن هل سيشون يعني؟ هل وضعيها مع الشارع؟ موضعي قلت لك والله تعسى صادق ببيتي وشوف كل طين أكثر من شهر صار فاللي شون الفروق كلها مال كرادة فاللي شون عافوها وما سوونا تيجر حد الآن لازم رأسهم يكملوا الشهر يعني حد الآن تشوف الحفريات مالته وعنده العاني للمنطقة يعني كله جدا عاني وتقول الأمانة أن حدوث التلكء في الإنجاز لبعض المناطق يعود إلى عدة أسباب منها فنية وأخرى تتعلق بقلة التخصيصات المالية تأخرات تحدث هي أعمال المختبرات لحين استحصال المواصفة الجيدة وبعد ذلك يتم المباشرة بالإكساء والأعمال أرى أخرى أوضح من خلالها المواطنون أن عملية التنفيذ كانت غير مدروسة فبعض الشوارع تم إكساؤها ومن ثم أعيد حفرها لمد شبكات المياه والصرف الصحي والبعض الآخر منها تم حفرها وترك المواطني يواجه مصيره لوحده وتعاني أغلب مناطق العاصمة بغداد من نقص حاد في مستوى الخدمات الأمر الذي يتطلب جهدا خدميا واسعا لتغيير هذه الصورة حسين ياسين الفرات بغداد